كل طوبة كل مرة دور المجموعات طبعا قوي من خلال مبارياته الأولى والبداية مهمة جدا 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 لكن ما ضمن احنا بنتكلم على بطولة الأولى هي بطولة كأس مصو بنركز فيها فاحنا هنتكلم على هذه البطولة لكن خلوني بس اسمحوا لي انا يمكن كنت في زيارة المبارح لفريق نادي الاهلي قبل التمرين ويمكن رسالة من العيبة للجماهير بعد مباراة الزمارك يعني يمكن دائما هي مباريات بتبقى مهمة جدا بالنسبة للجمهور وبالنسبة للعيبة كلهم بيحاولوا ان يقدوا ما عليهم في كل مباراة ولكن زي ما بقولكم هي كرة قدم اللعيبة طبعا في حالة زي ما بنقول ايه ما بيفكروا في نتيجة المباراة وما حدث في المباراة وما بيعتبرها طبعا مباراة عادية مباراة من ضمن المباريات وارد انك تكسب وارد انك تخسر وارد انك تتعادل وبما ان انت بطل ودائما الفوز هو هدفك الاول والفوز عند جمهورك برضو هو هدفك الاول فهم طبعا في حالة زي ما بنقول حزن يمكن بسيط من خلال طبعا نتيجة المباراة وبيحاولوا طبعا او من رسالة دايما بيوصلوها من خلال المباراة مش من خلال الكلام يعني لعبة الاهلي او من خلال كلامهم معايا في نتيجة مباراة زمالك وان شاء الله المباراة القادمة اللي هي مباراة السيوتي ان هما بيصلحوا جميعا ان هما عيقدوا بشكل قوي جدا بطولة جديدة ما بيفكروش في اللي فات النادي الاهلي دائما قطر بيمشي لحصول على بطولات يعني اللي بيركب هو البطولة ان شاء الله فبالتالي دي بس كترسالة او وصلها ان خلاص هما بينسوا مباراة الزمالك بيفكروا في المباراة القادمة هي مباراة من ضمن المباراة في الدور الممتاز ولكن المباراة القادمة هي مباراة في كأس مصر بطولة جديدة ثم مباراة التراجي ايضا بطولة جديدة بيفكروا فيها من خلال تواجدهم في هذه المباراة لكن طبعا كل التوفيق ليهم واكيد انا بحس يعني كالعيب كورة سابق بمشاعر العيبة وباسرارهم وبالتفكير في المباراة القادمة عمل ازاي واسرارهم ان شاء الله لمصلحة الجماهير إذا كان إحنا بنتكلم من المباراة دي بطولة خاصة لجمهور النادي الأهلي واللعيبة من خلال طبعا مباراة الأهلي والزمارك هلين أقول لكم مباراة الغد إن شاء الله هتكون الساعة 7 باستاذ السلام كابتن حسام البدري اختار مجموعة من اللعابين 22 لعب لملاقات فريق الأسيوتي غدا يمكن فريق الأسيوتي زي ما بقول لحضراتكم كابتن علي ماهر يعتبر دي آخر مباراة لي في ظل القادة الفنية لفريق الأسيوتي ثم يعني خلاص هو تقريبا انتقل إلى نادي سموحة كابتن علي ماهر طبعا من المدربين المميزين اللي عملوا شكل مميز لفريق الأسيوتي وإذا كنا بنقول من سيكون المدير الفني لفريق الأسيوتي بعد كابتن علي ماهر هو عماد النحاس الأرب أو كابتن سامي الشيشيني أو كابتن محمد يوسف السلاسي المدربين يعني مرشحين لهذا النادي خليني أقولكم ممكن الـ 22 لعب والتدريب النهاردة كان موجود وإحنا كنت متواجد أيضا في النادي التدريب بشكل مدربين